احنا كمان محتاجين دلوقتي حكومة تحط ايدها في ايد المجتمع المدني وتخليه وتدعمه وتشجعه يقوم بدوره في خدمة المجتمع حكومة عندها حلول وخطط واتصورات مبتقرة لانعاش السياحة وجذب الاستثمار يعني المفروض حكومة مهانشة في اسماعيل تخرج من طور بقى الطور بتاع الكارات الصعبة وتبدأ تقدم للناس الحلول وجدولها الزمن الفترة اللي جاية عشان نطمن الموظف الغلبان واللي الآن من الاسعار ومن القوانين الجديدة على حاله وعلى عياله لان النهاردة في ناس بتصدف الماء العكرة وبطلع شائعات على ان الحكومة تسرح مواطنين انتوا عارفين طبعا ان احنا عندنا ناس متربصين وعندنا هوات الصيد في الماء العكرة يعني النهاردة عاوزين مسئولين عندهم قوة يتصدوا لهواة الصيد في الماء العكرة لان خلي بالك اللي اسوأ من الظرف الاقتصاد الصعب هو محاولة استغلال هذا الظرف الاقتصاد الصعب سواء من قبل تاجر جشع او راجل اعمال عاوزين مفلوس على حساب الوطن والمواطن او من قبل الناس انت مختلف معهم سياسيا عاوزين يستغلوا هذا الظرف السياسي الصعب علشان يحرقوك ويحرقوا بلد كلها الناس اللي بتصطاد في مية الازمات العكرة لازم تخلوا بالكم منهم جدا وانا هنا بكلمكم عن الاخوان من مبارح لحد النهاردة انا ما كانش عندي شغلانة غيرين اقعد ببص على المواقع والصفحات والفضايات بتاعة الاخوان خلينا اكلمك بمنتهى الضمير اللي هو مرتاح جدا انا قدام فضائيات ومنظومة اخوانية متكملة بتقرس نفسها وجهدها وفلوسها علشان تستغل هذا الظرف الراهن علشان تقلب هذا المجتمع على نفسه الفقير على الغني والغني على الفقير المسؤول على المواطن والمواطن على المسؤول عشان تلاقي النفسها منفس تاني ليه الرجوع سواء عبر بقى مظاهرات ما يصابه بـ 11-11 او غيره الاخوان اللي دايما بقولولك على نفسهم ان هم مصريين وبيحبوا الشعب النهاردة برضو بيكشفوا في الازمة دي عن وجههم القبيح مرة تانية يعني لو انت بتحب البلد دي قوي بتحب الناس دي قوي وعندك مليون خصومة سياسية ليه يبقى عندك أزمة اقتصادية وقرارات اقتصادية عارف انها ممكن تأثر على البوسطاء يا اخي شاركنا بحلولك او حط خلفتك على جنب وارجع قدم نفسك تاني أبيض ونضيف لكن انت يعيني مفيش جواك حطة بيضة في كل هذا التنظيم الإرهابي يدعوك انك تستغل لأزيل فرصة وتصالح الناس مجتمعيا بالعكس انت بتحرض الناس على بعضها يعني الناس دي بدل ما يقفوا جنب بلدهم وناسهم وأهلهم قرروا يخططوا الحرق البلد بأكملها والانتقام من الشعب سواء بشائعات يعني بقى في منظومة متكاملة النهاردة آلاف الصفحات المزيفة على فيسبوك علشان تروج وتنشر شائعات وتحرض على النزولهم 11-11 آخرهم شائعة طلقت النهاردة الصبح شائعة بتتم سواء على مواقع التواصل الابتماعي وخلينينا أقول لحضراتكم ولو حد منكم في المحافظات والشوارع والقرى والأقاليم عارف دلوقتي أن النساء أو الأخوات المسلمات أخوات اللي موجودين في تنظيم جماعة الرباية بيلفوا على الشوارع وفي الأماكن الحكومية اللي بيشتولوا فيها يبدأوا يكلموا الناس ويحطوا في دماغهم كلام على أنه في زيادة كمان للأسعار وأنه في تسريح للموظفين موظف هيتم تسريحهم الكلام ده انتشر النهاردة وأثار قلق ناس كتير جدا وموظفين كتير جدا لكن الحمد لله في مرة من المرات النادرة يعني الصيد رئيس مجلس الوزراء اتحرك ونفى الكلام ده بسرعة الإخوان كعادتهم بيصطادوا في مية الأزمات العكرة فبقى فيه تجنيد كامل لكل فضائيات ومقع الإخوان زي ما قلت لحضراتكم علشان يحرادوا على مصر وينفخوا في نار اللي مسمينا 11 نوفمبر اللي سموها صورة الغلابة وأنتم عارفين طبعا طبعا قطعا إن تاريخ الإخوان تاريخ الإخوان كله عبارة عن اهتمام بالغلابة خلوني بس أفكركم إن وقت حكم مرسي لما الناس اتكلمت عن الغلابة والأسعار الإخوان فرمون في الشارع وعتمون بأنهم أعداء الإسلام وش وخلوني برضه فكر حضراتكم إن جماعة الإخوان اللي بتقولها كانت ظهر عشان غلابة عم 11 11 هي الجماعة اللي عاشت طول زمن مبارك ما خرجتش في مظهرة واحدة عن الأسعار كان بيتظهروا إما علشان رواية فيها سطر جنسي أو علشان مسجد الأقصى لكن عمر بحد فيهم تظهر عشان العيش ولا حد فيهم عشان تظهر عشان الأسعار جايين دلوقتي يقول لك إحنا بتقول الغلابة غلابة إيه ده بتصرف كل هذه الأموال اللي بتصرفها على محطات ممولة من برة على المصريين الإخوان أصلا ما بفتكروش غلابة اللي وقت الانتخابات موضوع السكر والزيت اللي انتو عارفينه الجماعة الإرهابية بتشتغل دلوقتي الأزمة الاقتصادية اللي شاركوا في صناعتها سواء بنشر العنف شاركوا في صناعتها ركز لأن اللي احنا فيه دلوقتي مش بس نتاج الإدارة العباثية الإدارة العباثية للاقتصاد المصري في زمن مبارك اللي هو إدارة الاقتصاد بالتسكين ادي مسكنات يابني ادي مسكنات يابني أو حووش فلوس عشان نعمل معدلات أرقام نموة عالية جدا علشان ربما لو جي جمال مبارك ومجموعته يبقى نقول للناس انها عندنا فلوس كتير ويصرف والناس تتنغنق كده وتنتعش لكن توص بقى في البلد وشوفوا المسؤولين ارجعوا مثلا للتصريحات واحد من رموز نظام مبارك اللي هو محمد إبراهيم سليمان بعد ما خرج من السجن قال لهم تعالوا هنا من أول مرجال جمال مبارك جم أحمد المهارابي وغيره جموا بقوا متصدرين للمشهد تحداهم انه يكون في حد فيهم صرف فلوس على الصيانة والطرق والبنية التحتية كانوا بيحوشوا فلوس دي كلها انتظارا لمجيء مهديهم والمنتظر لو جمال مبارك فيبقى عندنا معدل نموة كبير يبقى عندنا فلوس كتير لننفقها انا عارف ان الكلام ده يزعل ناس يقولك لا احنا كنا زمان ما كانش عندنا أزمات ايوة انت كان عندك ما كانش عندك أزمات لكن كانوا بيصدروا الأزمات دي وبيأجلوها عشان تضخم أكتر لولادك وأحفادك ما كانش بياخد حل الجزري وكان بياخد الحلول اللي تلائم شعبيته السياسية اللي تلائم وتهدم أهدافه السياسية مش أهداف الوطن الاخوان هم كمان شرقة في اللي احنا فيه دلوقتي لما نشروا العنف والإرهاب تحت زعم هنرجع مرسل قصر بكرة العصر والكلام اللي قاله محمد البلتاجي وصفة حجازي وغيرهم ده كان عامل مهم جدا في منع السياحة عن مصر وبالتالي التأثير في الدخل القومي والدخل الدولاري لهذا الوطن الاخوان كمان باعترفاتهم بفيديوهات مسجلة ستوصورة بتتزعى على مواقعهم وفضائياتهم هم اللي كانوا بيحردوا الناس على جمع الدولار من الأسواء ومن المصرين في الخارج بأعلى سعر ممكن علشان يعملوا حصار اقتصادي للبلد دي هم كمان النهاردة اللي بيستغلوا هذه الأزمة اللي احنا عاشينا علشان يقلبوا الناس على بعض ويخططوا لقايمة اغتيالات جديدة من بينها المستشار رحمد بالفتوح الاجتماعات كلها على العينة كتاجر بتاعة الإخوان موجودة في كل مكان ما تقوليش انت جبت تفاصيل الاجتماع بتاع جماعة الإخوان اللي حصل يوم 5 نوفمبر جبتوا منين اقولك ابوس ايدك روح اتفرج على فضائية الإخوان ما هتعرف والأسماء اللي كانوا بتقال على فضائية الإخوان بتاعة المستشار رحمد بالفتوح اللي هو قاضي فيه من قضاة محاكمة نورسي هو اللي تعرض لمحاولة اغتيال فشلة من يومين في مدينة ناصر يعني الكلام ده مش كلام هجائس كلام ده هو اتكتب في الورق واتنشر في الورق وتقال على الفضائيات وحاول ينفزوه قبل ما تقولي انتو بتجيبوا التفاصيل الاجتماعات دي منين او انت عارف منين روح والله العظيم تبع فضائيات الإخوان هتلاقيهم بيقولوا كل خططهم عيانا بيانا اما بقى بغباء او عن قصد لتحريض الناس اكتر واكتر او لانهم عبارة عن ثلاث كتل مختلفة شوية منهم مالين السلفيين والحازمون ولمش عارف ايه فبالتالي بناء عليه كل واحد يوم بيقعد يعارب تاني فبيقولوا قصاد بعض فهتي بتبص تلاقي مثلا ايه شوية الإخوان اللي عاوزين يقدمنا في سومكة معتدلين يقولك احمناش دعوه ب11-11 وانناش دعوه بدا وبنقول ان دي صورة غلابة واحنا بنسند الغلابة تلاقي ده خطاب موجود عند بعض الإخوان فطلع لهم بقى واحد من اللي معاهم اللي هو موجود في تركيا وقطر معاهم اللي كان بشتغل في جزيرة قبل كده اللي هو صور مشهور يعمل لهم فيديو يفضحوا كلهم يقول لهم ايه انزلوا يوم 11-11 جردوا أشجيش والشرطة من السلاح عاوزي اكتر من كده وبعدين اكتشفوا الموضوع ما فيش منه فايدة فيطلع محمد نصر معتزم مطر يمرص دورهم المعتاد في التحريض على الفوضى وقتل الجنود يطلع لك ممثل تشل في كل شيء ما حدش حتى يفتكره اسمه شام عبدالله يعمل بكائيات علشان يحرض البسطاء على التظاهر الاخوان دلوقتي عاوزين يستغلوا الأزمة وبيحرضوا عناصرهم على جمع أكبر كمية من الدولار بأي سعر ويتوجيه كل الشركات والكلانات الاقتصادية اللي تبعهم علشان يشتروا سندات البنك المركزي والسندات بتاعة جميع البنوك اللي هتم ترحاب الدولار قريب وكمان بيدعوا أو دعوا في هذا الاجتماع ودعوا في كل فضاياتهم ان جميع العناصر اللي تبع جماعة الاخوان المسلمين اللي علاقة بالقطاعات المصرفية سواء جوة البنوك المصرية أو الشركات المصرية تبدأ تعمل رصد ودراسات لحركة البيع والشراء علشان تتدخل في افتعال أزمات وتثير بها الرأي العام فيما يخص تعملات الرأي العام على البنوك في الشارع بقى لسه اخوان مستمرين اوعى تخيل موضوع خلص بص النهاردة على اعترافات الناس اللي تمسكوا وكانوا متهمين في محاولة اغتيال فضيلة الشيخ علي جمعة هتلاقي لسه فيه استمرار عن عمد لتشكيل خلايا نوعية صغيرة مسلحة علشان ترسط حركاته الضباط والعضاء والإعلاميين عشان يصفوهم وبنشوف اسم المسشرب والفتوح وبقى ان لقيه بتعرض لمحاولة اغتيال فشلة قايمة فيها اسماء لإعلاميين كبار وفيها اسماء لقيادات أمنية وعسكرية كبيرة قايمة فيها اسماء قيادات قضائية ومستشارين كبار واغلامهم لهم علاقة بيه قضايا الإخوان ومرسي